نكمل بقى افكارنا لان احنا كنا اتكلمنا عن المبادرات المجتمعية في مصر اللي هي بتدعو انه نخرج من هذا المأزق بشكل يعني يليق بقيمة هذا الشعب لا حد يتعال عليه ولا حد يصخر منه في مبادرة نهاردة الحياة توقفت عندها نشرتها على صفحتها الكاتبة والأديبة صفاة النجار تخص الذين يعني يختارهم الله من المصابين بفيروس كورونا وهي ايه كتبت على صفحتها بتقول ادعو نفسي وادعوكم لأداء صلاة الجنازة مرة او اكثر كل يوم على ارواح ضحايا فيروس كورونا الذين تحول الظروف دون صلاة الجنازة عليهم في المساجن وبهذا لن تكون مئة او الف صلاة بل ستصل لملايين الصلوات ولا ننسى اخواتنا في الانسانية بالدعاء قيمة المبادرة دي ايه امبارح احنا شفنا الدكتور احمد عبدالله اللواح في بورسعيد والصلاة الجنازة عليهم كان شكلها عامل الزين ناس وقفة بعيد عن بعض صف مجرد صف وفي الدفنة بتاعته بسرعة يعني اهو اهو الان المساجد مغلقة بحاج بيصلي وهؤلاء هؤلاء اللي بيموتوا محتاجين الدعاء انتوا عارفين الصلاة رحمة فالصفان الجار بتقول انه كل واحد بيصلي في بيته ممكن يكون مرة في اليوم بعد فرد واحد او بعد كل فرد ان يصلي صلاة الجنازة على من حضر من اموات المسلمين او من غاب من اموات المسلمين قاصدا بهم الذين يختارهم الله من مرضى كورونا وياهب هذه الصلاة له فتصل لهم ملايين الصلاوات من المصريين من غير ما نبقى عارفينهم من غير ما نبقى عارفين اسمهم من غير انت بتتوجه الى الله بالصلاة لارواح هؤلاء وبتقول الدعوة لاخوتنا في الانسان انا بتكلم كمان زيادة انه هذه الصلاة تكون لكل الذين يختارهم الله من مصابي كورونا في العالم لانه الصلاة حتى المسلمين يصلوا لغير المسلمين صلاة الجنازة لانه الصلاة في النهاية رحمة وبتدعو لربنا من قلبك انه ربنا يرحم ويلطف به الناس دول فانا اعتقد انه هذه مبادرة ايضا ايجابية جدا وبتقرب الناس من بعض خاصة ايه